اشتركوا في القناة الزيارة الوارد في المادة واحد من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 كما يستبدل بنصي المادتين 28 و30 من ذات القانون النصوص الآتية مادة واحد تعرف الزيارة الزيارة استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيا لأقربائه ودويه أو تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك مادة 28 تقدم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية لنزلاء والمحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع المؤسسة ويصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قرارا بالأحكام المنظمة لذلك مادة 30 على طبيب المركز توقيع الكشف الطبية الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيا وصرف العلاج اللازم لهم وله أن يحيل النزلاء والمحبوسين احتياطيا إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى ذلك طبيا وبالتنسيق مع الجهات المعنية ويصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزير قرارا بالأحكام المنظمة لذلك المادة الثانية يضاف إلى المادة واحد من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهين الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014 التعريف الآتي المؤسسة الصحية الحكومية الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة